أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان رحبا قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة ناطقين باللغة العربية القادمين من الأراضي المقدسة ومصر والشرق الأوسط داعين الجميع مع بداية زمن المجيء إلى عيش خبرة السعادة في العطاء حيث أن الله يحب من يعطي متهللا وقال قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الآبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابة البركة الرسلية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثاً وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابة فرانسيس في إطار تعليمي حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل توقف البابة اليوم عند الأحداث التي عاشها بولوس موضحاً بذلك أن كل مبشر بالإنجيل هو رسالة على هذه الأرض لينير ويبارك ويحي ويقيم ويشفي ويحرر لذلك استمر بولوس في أفاسس في التبشير ودون توقف محدثاً انقلاباً حقيقياً في هذه المدينة التي كانت مركزاً مشهوراً بممارسة السحر وقد أخذ الكثير من الناس يتخلون عنها بعد أن اختاروا الإيمان بالمسيح وفي مليطش استدعى شيوخها كنيسة أفاسس ليعطيهم بعض النصائح الرعوية التي عاشها ذاكراً خدمته المتواضعة والمحنة التي تحملها وأنه لم يوفر جهداً حتى يأتي بالآخرين إلى الإيمان وأنه كان مستسلماً بثقة للروح الكدس الذي قاضه في العالم كما وشجعهم أن يكونوا دائماً قربين من القطيع وأن يكونوا مستعدين للدفاع عنه ودعاهم أن يعملوا بأيديهم حتى لا يكونوا عبءاً على الآخرين وإلى مساعدة الضعفاء فيعرف ما معنى أن السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ وفي نهاية كلمته دعانا قداسة البابة لأن نطلب إلى الرب يسوع أن يجدد محبتنا للكنيسة ولوديعة الإيمان وأن يجعلنا جميعاً شركاء في مسؤولية رعاية القطيع وأن يجعلنا جميعاً في الصلاة حتى يظهروا قوة الرعاة الإلهية وحنانه والآن تحييتو البابة باللغة الإطالية لأبناء الشرك الناطقين اللغة العربية السعر Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa, dall'Egitto e dal Medio Oriente Vi invito all'inizio dell'avvento a sperimentare che si è più beati nel dare che nel ricevere e che Dio ama a chi dona con gioia Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة ومن مصر ومن الشرق الأوسط أدعوكم مع بداية زمن المجيء إلى عيش خبرة أن السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ وإن الله يحب من يعطي متهللاً ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من الشرير